السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في النشرة الرياضية صعد فريق النادي الأهلي البحريني إلى نهاي بطولة الأندية العربية للكرة ياطيرا بعد فوزي على مواطنه دار كلاب بثلاثة أشواط دون مقابل ويعتبر هذا الإنجاز تاريخيا بالنسبة لفريق النسور الذي يشاري كل المرة الأولى على الصعيد العربية ويلعب الأهلي في سابعة مساء اليوم في مواجهة فريق طلائع الجيش المصرية نجح فريق الحدى الأول لكرة القدم ممثل الكرة البحرينية في قلب تأخره بهدفين لا تعدل ثمين بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بفريق الشرطة العراقية في العاصمة القطرية الدوحة وذلك على حساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الأسوي لكرة القدم وحصد الفريق الحداوي أولى نقاطه في مشواره في البطولة الأسوية هذا ويبدأ فريق الرفاع ممثل الكرة البحرينية من شواره والطمح في كأس الاتحاد الأسوي لكرة القدم بلقاء ضيفها الجيش السورية في السادسة والنصف مساء اليوم على أستاذ البحرين للوطني في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة والتي بدأت مبارياتها بفوز ساحق لفريق الكويت الكويتية على النجم اللبناني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليتصدر بذلك تترتيب المجموعة